اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تم فحصهم بها من قبل كما تم ايضا تحويل 31251 طفل بعد الاختبار التاني الى مستشفيات ومراكز الاخالة بهدف تقييم الحالة بدقة اعلى وبدأ العلاج او تركيب سماعة للاذن او تحويل الطفل لاجراء عملية زرعة القوقعة لمن تستدعي حالته قال ايضا ان المبادرة تأتي في اطار التوسع في التقطيع الصحية الشاملة وحصول الاطفال على رعاية صحية ذات جودة باتباع احدث اساليب العلاج الامر الذي ينعكس على توفير حياة صحية امنة للاطفال حديث الولادة وصولا الى المستهدف من مبادرات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي تحت شعار 100 مليون صحة وتماشيا مع رؤية مصر 2030 نوه عبدالغفار ايضا الى زيادة عدد مراكز فحص الكشفة السمعي للاطفال بدءا من يوم الولادة وحتى عمر 28 يوم الى 3500 وحدة صحية في جميع محافظات الجمهورية موضحا ان عدم اجتياز الطفل للاختبار الثاني لا يعني الاصابة بضعف السمع لكنه مؤشر على ان الطفل يحتاج الى فحوصات متقدمة في مراكز الاحالة الخاصة بالمبادرة واكد الدكتور احمد مصطفى المدير التنفيذي لمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الاطفال خديث الولادة ان الاكتشاف المبكر لضعف السمع يجنب الطفل الاعاقة السمعية ويسهل فرص العلاج بالاضافة الى تجنب مشكلات التخاطب التي يمكن ان تسسبب في ازمات نفسية للطفل تبع ايضا انه تم تدريب اطفم التمريض للعمل على جهاز الامعاد الصوتي بالوحدات الصحية بالاضافة الى تدريب متخلي البيانات التابعين للوحدات الصحية بكافة محافظات الجمهورية لتسهيل بيانات الاطفال حديث الولادة على الموقع الالكتروني الخاص بالمبادرة بهدف انشاء ملف كامل للطفل يتضمن حالته الصحية الى جانب ادراج خاند الفحص السمعي في شهادات الميلاد من جانبه نوه الدكتور محي السيد منصق عام المبادرة بان الوزارة تستقبل استفسارات المواطنين بخصوص مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الاطفال حديث الولادة على الخط الساخن 15-3-3-5 الخاص بمبادرات 100 مليون سخحة مكرر مرة اخرى الخط الساخن 15-3-3-5 الخاص بمبادرات 100 مليون سخحة دي كل التفاصيل المتعلقة بمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج فقدان السمع لدى الاطفال حديث الولادة منذ انطلاقها وحتى الان بشكركم شكرا جزيلا على المتابعة وانتظرونا دوما في المزيد وإلى الرقاء